الخبر اول الذي عادنا عن مصطفى رايدر والديستراك الذي نزله بانوار امشي ديستراك هذا كان على محمد جواني يا حبايب وكان بنص اسامي اليوتيور بلسان وغيرها وصراحة ديستراك كان كلش ناري للأسف هو ديستراك شان على جواني ولأسف تهد صداقتهم صارت بياتهم ديستات الرابط الحباي بحكم بالوصف الكل ينزل على فيديو كليب جواني ويفجر الكومنتات جيش مملكة القصص ولنسبة اشخاص اللي سمعوا كليب يا حبايب يكتبونه بالكومنتات هل يجبكم الفيديو كليب او لا وكتبونا تقريبكم الى الرابط بالوصف ننتقل الحالية النور مار رفضة للصالحة اللي صارت بينه وبين باريش دادا فبعما منتشر يا حبايب في فيديو من داخل اجميلا ديستراك النور مارو يا باريش دادا شاندي حضنوا بعض وكانوا بدي يتصالحون وطبعوا كل المتابعين فرحوا بهذا الخبر وصاروا ينشروا المكان او الخبر هذا بكل مكان فبعما مرة الساعات يا حبايب والناس كان كلها فرحانة بهذا الخبر كاندي يبدأ حون محمد اجوان انه كان سبب انه خليهم يتصالحون هم باريش ونور باريش يزعى على حسب بالانستغرام يا حبايب هذا الستوري كاندي يعلم من خلال انه رح ينزل مقطع ويا يارا مار ممكن هذا يكون هو سبب اللي خليل نور مار انه هو شوية عصب الموضوع بسي انه عند الخلاف هو بينه وبين يارا وممكن هذا الموضوع يخليها يارا تستفاد كعدد مشاهدات وغيرها من الاستفادة يعني سببنا حتى نزل مقطع ويا باريش فالنور ما قرر انه يكشف الحقيقة بالكامل يا حبايب نزل هذا الستوري كاتب بي ممكن حاجة تنشروا قصة وتوزيع القصة لانه ما كان بايده ولا بايده اللي صار يقصد انه صلحه مشانة بايده كانت تخجيل واستغلال مشان يضرب الفيديو عادهم ولو كان يقصد المحمد جواني استغل الموضوع عاما دين تشار الفيديو مال تبعيد ميلاده ولكن الصراحة هذا موضوع مواكيد لابنها احنا منعرف شنيني تجواني باقد كان يرضي صالحه امو اكثر وحب النساء وبخير فرجان خلاص لان كرهتوني بالسوشال ميديا كل اخرى واستغلال امشان هيك انا ماني مزعوج من اللي صار انا مزعوج لانه صار بهالطريقة وبهدف المشاهدات عكل حل الله يسامح جميع وحاجة تنشر القصة وشكرا في عالم الوضع احنا هو رفض الصلح اللي صار بينه وبين باريش عام ودني اقوله متابعنا ما ينشرون القصة نورمار قاعد يفسر اصدقائي وشكا يسوي من اثنين شايفيني حباب الكومنتات اللي اشان واشخاص اللي قلون الخبر فشورك ام حباب بالشواء نورمار هل يشوفوا انه صح او غلط بينها حتى لو كان موضوع غصما عنه كان ممكن اعوف الموضوع اسميه هاجم صديقة مادر صراحة انموية اي احد ولكن الاسف الاخصة اللي اشان فرحين بهذا الخبر نحب نقولكم ان الاسف الخبر طلعه مصحيح بس من محمد جواني يقوله حاليا شنو قاعد يسوي فمحمد جواني اذا شوية ستوريات دي اللي من خلال انه رح يسافر للبنان ودي حمس المتابعين ويطلب ان الشركات تقف اياه واشياء وصبر اياه ناس فراحطوكم الاستوري ما لتشوفوه متعرفوا لوين مسافر بكرة رحكون في لبنان قفو ابعتوا الاستوري هذا لكل الناس العايشة من لبنان مشاهير ناس عادلين اكتبونا جواني عم يحضر شي بيجنن كونوا جاهزين وطبعا انا رايح عند المانيجر الغالي ابر ريم فاي شركة او اي حدا حابب يتواصل معي او يعني معي لقاع او اي شيء يتواصل مع رامي في لبنان هو المانيجر التبعي حبكون وبصلا يا حباب ننصت مقطع تمنى اختيار جايبكم لنسوا انتفجروا هذا مقطع بلايكات وباشيائكم فيها زي مقطع تمنى اكتل الخصاص مع السلامة